اهلا بحضراتكم عنديم ايدونا مقدمة طويلة عريضة بمنتهى البساطة كلنا عارفين انه كان في حاجة اسمها القمة الامريكية الافريقية او الافريقية الامريكية دي ما هياش قمة مع كل دولة بحد ذاتها الاتحاد الافريقي من 2019 ومن وقت ترقص مصر للاتحاد الافريقي قمة افريقيا بتتحرك كوحدة واحدة متكاملة امام العالم وده كان واحد من احلامنا زمان طيب قمة مفترض ان احنا نطلع منها بمكاسب انا مش هطلع بمكاسب يبقى انا باعد على الترميز علشان ايه طيب ايه هي مكاسبنا مش مكاسبنا بس كمصر احنا اتفقنا مكاسبنا كافرقة كاتبنا الصحف الكبير اوستيس جمال رائف نائب مدير تحرير مجالد اكتوبر منورنا ازاي الصحف انا اسعد صدقني ربنا خليك رب قولي بقى مكاسبنا العام كقر ومكاسبنا الخاص كجمهورية مصر العربية طيب بداية القمة في الحقيقة جاءت في توقيت بارغ الاهمية وفي وقت استثنائي وبعد فجوة زمنية بين القمة الاولى والتانية ودي طبعا القمة التانية ايضا اللي بايدن بيكون شريك فيها الاول قمة كان نائب للرئيس في فترة اوباما والان هو الرئيس اسم الديمقراطيين لديهم استراتيجية وطح لتعزيز تعاون مع القارة الافريقية ولكن الجديد في هذه القمة ان هناك تعديل في سياسات الدخول الى السوق الافريقي من الجنب الامريكي ده بعد ما حصل نوع من انواع التراجع فيما يتعلق به تدفقات الاستثمارات والتجارة في الداخل الافريقي اللي حصل ان الوقت السوق الافريقي سوق امن لانه مش طرف في النزاع ولا في الصراع الدولي هو اه بيتأثر ونحن كمواطنين افارقة بنتأثر بالازمة العالمية ولدينا مشاكل في الامن الغذائي طبعا كافارقة يعني ولدينا يعني الكثير من الازمات الاقتصادية ولكن احنا على الحياد احنا لسنا مع هذا الطرف او مع ذاك الطرف وبالتالي انت طول الوقت سوق استهلاكي جيد جدا اكتر من مليار مواطن بيستهلكوا سواء سلع استهلاكية او حتى محتاجين بنية تحتية وتكنولوجيا وغيرها من الامور الفجوة الزمنية بين القمة الاولى والتانية خلت الشرك الصيني يعني اخترق السوق الافريقي بمنتهى القوة نتكلم على اكتر من مئتين مليار دولار حجم التجارة البيانية Stefan ما بين الصين وافريقيا fan ماذا حدث في الفجوة دي برضو ان التجارة الابانية ما بين افريقيا والولايات الامريكية التراجعت كنا نتكلم على مية أو حاجة واربعين مليار اصبحنا نتكلم على اربعة وستين مليار طيب اعتراجع ده امريكا مش هتتتنازل عن تنافز اقتصاديا على اله الولايات المتحد الله الأمريكي يبقى ده التعديل اللي أنا أتكلم عليه في السياسات كانت الأول بطول أهمية لفكرة الشعارات السياسية ديمقراطيات وحقوق الإنسان وغيرها من شعارات نعم هي شعارات جيدة ولكن تطبقها يستلزم أن يكون هناك دنيا اقتصادية لهذه الدول حتى نستطيع أن تمر لهذه ديمقراطيات وتمر إلى حقوق الإنسان الحقيقية التي توفر للمواطن الأفريقي حق المأكل والمسكن والغذاء والدواء وغيرها من الأمور وبالتالي المكسب الأول من هذه القمة من وجهة نظر الشخصية هو المكسب السياسي قبل حتى المكسب الاقتصادي لأن اقتصاديا هناك الآن تنفسية على السوق الأفريقي وهناك عدد من القمم شفناها خلال 3-4 سنين اللي فاتت بتؤكد أن السوق الأفريقي محل هذه التنفسية نتكلم على القمة الأفريقية اليابانية نتكلم على الصين على روسيا على إنجلترا على ألمانيا وغيرها من القمة وبالتالي المكسب الاقتصادية حاضرة كده كده ولكن المكسب السياسي إنك تخلي الولايات المتحدة الأمريكية الآن تعدل من سياستها وتدخل إلى السوق الأفريقي مجددا كشريك بقى تنموي حقيقي بيتكلم على استثمارات خلال 5 سنين الجاية بـ 100 مليار دولار للشركاء في القارة الأفريقية بيتكلم على نصف مليار دولار يعني استثمارات أيضا في التكنولوجيا وفي البنية التكنولوجية إذن أنا أعتقد أن ده مكسب كبير جدا ويجب علينا نحن كأفارقة أن نحافظ على هذا المكتسب من خلال البقاء على فكرة التوازنات السياسية وعدم تحويل الشركات مع كافة الأطراف الدولية إلى هيمنة كما كان يحدث فيه الماضي لأن القرية الأفريقية كانت للأسف بتنحاز ربما للجبهة الشرقية في بعض الأوقات أو تنحاز إلى الجبهة الغربية في بعض الأوقات الأخرى ولكن الآن أنا أعتقد أن الحركة شرطي إليه في أول الفقرة فكرة أن الأفريق الآن أصبحوا كتلة واحدة أصبحوا لديهم عقل جمعي واحد وده جيد للغاية أنك بالفعل تتحرك في هذه الأعصير الدولية بهذا الاتزان بخطة ثابتة بعدم انحياز بحياد إيجابي إذا أجاز التعبير فكرة أنك داعم للسلام داعم لخطوات الاستقرار ولكن غير منحز وبالتالي أنا أعتقد أن المكسب السياسي كان مهم جدا وأن الجنب الأفريقي كيفما هو شريك للولايات المتحدة الأمريكية شراكة استراتيجية مهمة للغاية بالمناسبة أيضا هو شريك للجنب الشرق في أيضا شراكة استراتيجية أيضا مهمة للغاية وأيضا مع الجانب الأوروبي وبالتالي أنا أعتقد أن المكسب سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي للقرار الأفريقية مهمة للغاية ولكن الضمانة في المكسب السياسي بتضمن أن هذه الشراكة سوف تكون شراكة مستدامة وكمان أن هناك حتى في الخطاب السياسي الأمريكي الآن تغير ملحوظ يعني بنشوف ما يمكن أن نسميه مغازلة حتى سياسية للقرار الأفريقية نتكلم على الحديث عن عضوية دائمة للقرار الأفريقية في مجلس الأمن وأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدعم هذا المطلب الأفريقي نتكلم على أن بايدن تحدث أن من حق القرار الأفريقية أن تكون موجودة قاعده دائم في مجموعة العشرين إذن أيضا هو ربط السياسة بالاقتصاد ويحاول أن يجعل المكاسب مكثافة وكثيرة حتى يكون الدخول الأمريكي دخولا جديد لأن الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة حتى اللي تراجعت فيها العلاقات شوية أو على صعيد الاقتصادي كانت تماما فقط في منطقة السحل والصحراء والقرن الأفريقي طبعا هناك شركاء استراتيجيين زي مصر مثلا ده يعني ده شريك لا يغنى عنه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ده موضوع يعني آخر ولكن كان الصراع في منطقة السحل والصحراء أو في القرن الأفريقي كان هو اللي بيشغل بال القرن الجانب الأمريكي عفوا وبالتالي الآن لا بنشوف رؤية عام رؤية أشمل فكرة الشراكة بشكل عام الاستثمارات في مجالات الطاقة في مجالات البنية التحتية لأن الجانب الشرقي اكتسب ثقة الجانب الأفريقي خلال الفترة الماضية بشكل كبير جدا لأن الشريكي الأفريقي الشرقي عفوا كان بيخش يقول أنت محتاج إيه محتاج بنية التحتية أنا هدعمك في مشروعات البنية التحتية محتاج طاقة فضل ده أدي دعم في مشروعات الطاقة إذن كان بيلبي احتياجات السوق الأفريقي وده ما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية الآن للمنافسة فيه علينا نحن كأفريقى أن نستفيد من هذه المكاسب هذا على الصعيد المكاسب من القارة الأفريقية هناك مكسب آخر للقارة الأفريقية وربطه أيضا بالجانب المصر مصر في رئاساتها للتحت الأفريقي في الحقيقة استطعت أن تطلق اتفاقات التجارة الحرة الأفريقية الولايات المتحدة الأمريكية بنت على هذا المكتسب الذي حققته مصر للقارة الأفريقية وشفنا ده في خطاب بايدن حينما تحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف توقع اتفاقية مع المنطقة الحرة الأفريقية إذن لو لا أن مصر استطاعت أن تطلق الاتفاقية وتجد هذه المنطقة الآن الخاصة بالتجارة الحرة الأفريقية ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا الآن تتحدث عن بناء فيما يتعلق بالتعامل مع التجمع الاقتصادي الأشمل المظلة التي سوف تحتوي كافة التكاتيرات الاقتصادية داخل القارة الأفريقية زي كوميسا وغيرها من التكاتيرات الاقتصادية وبالتالي أيضا ده يحسب لي الدولة المصرية لأنها صاحبة القرار وصاحبة الجهد السياسي خلال رئيساتها للتحاد الأفريقي يعني أنا أعتقد أن المكاسب كانت كثيرة جدا ولكن هذه أبرز المكاسب على الصعيد الأفريقي طيب أنا هروح للفاصل بس هفكر معاك بشوط عالي حابتين ونرجع ناخد الإجابة بعد الفاصل واحد ما أظنش أنه يخفى على حد على الإطلاق أنه الولايات المتحدة الأمريكية بتعمل على إفراغ العالم من تراكمات الرأس مالية يعني الصين عندها تراكم رأس مالي ضخم جدا ولده دفعها أنها تذهب إلى القارة الأفريقية عشان تستثمر هذا التراكم الرأس مالي وحاول تصين بالفعل أنها تعمل اختراق لما تحب أن تطلق عليه أمريكا الفناء الخلفي أمريكا اللاتينية وأمريكا مهمومة طول الوقت بمسألة الأفنية الخلفية دي طيب حصلت الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا وبقت أمريكا عمليا هي الكسبان الوحيد من ورق هذه الحرب وبدأت تعمل شكل من أشكال إفراغ حتى للاتحاد الأوروبي من تراكمه الرأس مالي وبتقدم حوافز للمستثمرين الكبار في أوروبا أنه هم يجوا يستثمروا في أمريكا وده بالنسبة لهم أفضل وأكثر استقرارا وعمليا بالوضع الحالي آه الفضرالي قاعد عمليا لو بتتسعر الفايدة الفوق وحاجة آخر عظم على عظم أمريكا دلوقتي جاية لإفريقيا وبتقول يا جماعة احنا مستعدين أن احنا نغير شكل الشراكة وندفع بالشراكات أكثر ضخامة فده معناها برضو أنها بتخاطب تاني التراكم الرأس مالي بتاع الاتحاد الأوروبي أنت لو جيت عندي هيبقى لك فرصة كبيرة قوي أنك تعرف تستثمر معنا في إفريقيا كل دي مجرد أفكار تتزاحم صححني فيها إن كنت أنا غلطان هنصل إلى سؤال جنب بقى هذه الأفكار هو الأمريكيين مستعدين للتخلي عن سياسة الشراكة مقابل التدخل أمريكا عمليا ما بتقدرش تتنازل عن الفكرة دي هل هم مستعدين لده هل الأنظمة القائمة الآن وصناع القرار في إفريقيا مختلفين عن السابقين يعلون مبدأ السيادة الكاملة على أوطانهم وعدم التدخل في سياساتهم الداخلية خلونا نروح للفاصل ونرجع مرة تانية لكاتبنا صحب الأساس جمال رائف نائب مدير تحرير مجنة أكتوبر استنوا طيب كل الترحيب بحضراتكم ما بيكاتبنا صحب الأساس جمال رائف نائب مدير تحرير مجنة أكتوبر قلتلك الأفكار اللي بتتزحم في ذهني اللي على قد حاله والسؤال وما بينقصين تعالى نحط فيها حتى كمان الديمقراطيين ما هماش الأكثر وضوحا الجمهوريين بكل اللي فيهم هم واضحين احنا وحشين اولا لا احنا هنعمل كذا اولا لا ديل ارنو ديل بالتأكيد حتى ده نطبع على فكرة السياسة الخارجية أو ترتيب اهتمامات السياسة الخارجية الأمريكية بعد دخول بايدن للبيت الأبي وحتى هو في حملاته الانتخابية ابتدى يرتب دوائر الاهتمامات الخارجية من قوله جديد وابتدى يقول شرق أوروبا بحر الصين الجنوبي والانسحاب تدريجية من الشرق الأوسط وشوفنا ده حصل في أفغانستان وغيرها من النقاط وبالتالي بالتأكيد احنا نتكلم على يعني سياسات أمريكية انا اعتقد ان هي بتعيد صيغة نفسها من قوله جديد مش بتبعد عن الاهداف المحضوطة مسبقة ولكن ربما بتنتهج مسارات بتتطفق مع متغير الدولي القائم الآن وايضا وجود قوة أخرى منافسة استطعت ايضا ان تفرد قوتها في العالم لا يمكن ان نخفل ان هناك ايضا قوة اقتصادية كبيرة جدا استطعت ان يعني تؤثر في صناعة حتى القرار الخارجي الامريكي وبالتالي انا اعتقد ان السؤال الحركة كنت بتقوله مهم جدا وباختصار هو اننا ازاي نحافظ على هذه الشراكة دون ان نعيد فكرة الهيمنة على القرارة الافريقية مجددا لان هو ده نخوف الحقيقي هو ده القلق اللي ده كل المواطنين الافريقين ازاي اللي احنا نفضل محافظين على المصاري اللي احنا ماشيين فيه ده محتاج ان يبقى القادة الافريقة يد واحدة انا اعتقد ان عودة مصر ودي مش مبلغة ولكن ده حدث حتى بعد مصر ما تحرر كل القرار الافريقية تحرر بعد ثورة 30 يونيو ايضا كانت مصر لها تأثير كبير على القرار الافريقية اذا حينما تنهض الدولة المصرية قطعا او قطعا بنجد لها تأثير على دخل الافريقين وبالتالي وجود مصر كدولة كبيرة وجود تجربة زي رواندا زي جنوب افريقيا هناك دول الان رائدة بالفعل في القرار الافريقية انا اعتقد ان هذه الدول مع دول اخرى ايضا صعيدة الان في القرار الافريقية بتقود العمل الافريقي بشكل مهم وقوي جدا عشان كده المرحلة المفصلية في التحول في الاتحاد الافريقي مين اللي كان ترويكا رئاسة بتاعتها مصر وجنوب افريقيا ورواندا هم اختاروا للثلاث ده وراء بعض اختاروا هذا الثلاث هذه الترويكا لان هم دول التلاثة اركنوا اقوية وما زالوا اقوية في القرار الافريقي اذا هناك تجارب الان بتؤثر بشكل حقيقي في صناعة القرار الافريقي وبالتالي على القرار الافريقي ان تظل محافظة على هذه التوازنات وان تستغل ايضا السياسات الخارجية النجحة سواء لمصر او رواندا او جنوب افريقيا وتعمل على ايجاد شركات طوال الوقت متوازنة وانا اعتقد ان الدولة المصرية بعد ان اولت لالقرار الافريقية اهتمام كبير جدا واعادتها لاهتمامها او الدائرة الاولى في اهتمامات السياسة الخارجية المصرية اعتقد ان ده اثر ايضا على السياسات القرار الافريقية وجعلها اكثر اتزانا واكثر ايضا مفتاحا على الشركاء الدولية صديقي العزيز ضفنا الرائع احنا لازم نقعد تانية عشان ما لسه ما تكلمش عن مكاسب المصرية فاحنا رايحلها رايحلها وانا اعتبر ان المكسب العام لافريقيا هو بالضرورة سوف ينعكس على مكاسب لجمهورية مصر العربية فإلى ان نلتقي هنحضر نفسنا احنا الانتين عشان نشوف المكاسب المصرية بشكل خاص كانت ايه من وراء القمة كنت قولك له قمة المصرية القمة الافريقية الامريكية نورتنا وشرفتنا واسعدتنا كمجرة العادة ما ان وجودك معنا يا نادر عاوزين نكتر بقى لا تحت امروك شكرا جدا 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 ضفنا وكاتبنا العزيز الاستاذ جمال رائف نائب مدير تحرير مجلة اكتوبر خلصت الحلقة لحد كده لسه الكلام له بقية زي ما بيتقال ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة اما احنا لو كلينا العمر هنقابلكم بكرة ان شاء الله وبرنامجكم التسعة سلامات